شح المياه في العراق مسلسل تتجدد حلقاته سنويا مع حلول فصل الصيف الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على المواطنين والمزارعين ويزيد معاناتهم سكان منطقة حميد العلي في محافظة بابل اشتكوا انعدام المياه الصالحة للشرب في المنطقة بسبب عدم وجود منظومات المعالجة فيها مشكلة منطقة حميد العلي الحقيقة شحة الماء في عموم المنطقة معالجة معالجة سواء كانت منظومات مي إسالة مجمعات إسالة لكن احنا من ضمن المناطق الغير معالجة أهالي المنطقة حملوا مديرية بلدية بابل مسؤولية شح المياه في منطقتهم بسبب التسويف والمماطلة في تشغيل المحطات الموجودة في المحافظة يدرون بالمجمع المي الارو لسويتها منظمة الـ CHF وهذا المجمع الحقيقة استلموه استلموه أنا أريد أوصلهم هاي الرسالة أنتم استلمتوه ليش ما شغلته ليش ما شغلته من تستلم لك أنت مجمع من منظمة وتقول المجمع هذا مستوفي للشروط وتستلمه وبالتالي تجي المجمع ما شغله يعني الدولة ما عدت اهتمام نهائيا بالمواطن أبد نعيد ولا الشعب ما مستمت لها نهائيا همها أنفسها همها مصالحها وعلى الرغم من اعتماد سكان المنطقة على الزراع في تامين معيشتهم إلا أن شوح المياه دمر المحاصيل الزراعية في المنطقة إحنا منتعبنا إحنا كشباب إحنا منتعبنا ودرسنا غير نلقي وظيفة نعيش بيها نلقي وظيفة نعيش بيها ما أكو اتجهنا وين؟ اتجهنا للقطاع الزراعي قلنا نفلح ونعيش بيها تيجي تيجي القطاع الزراعي ما أكو توفر مي اتحضرتك شوفت يمكن هذا هذا يسموه نهر المطوع هو اللي سق الأراضي يكون من عنده بطريق هذا النهر تيجي للنهر يابس ما بي مي أما مديرية الموارد المائية في بابل فقد بررت شح المياه بانخفاض مناسب شط الحلة انخفاض المناسب شط الحلة نعم الجداول قسم منها ما تعمل سيحا عوضناها بالمضخات الموجودة وإحنا كثير من جداول بابل المشرية دورة الجربوعية كلها معتمدة بشكل مباشر على جداول الضخ على المضخات وعلى ما يبدو فإن الحكومات المتعاقبة أخفقت في إيجاد الحلول المناسبة للأزمات في العراق ولسيما تلك التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر مثل الماء والكهرباء والخدمات الحيوية الأخرى ترجمة نانسي قنقر